موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج حصلها البرنامج كما عودناكم في الحلقات السابقة يطرح أسئلة من اختبار القدرات هدف البرنامج أنه طالب الجامعة أو خريج الثانوي الذي يختبر اختبار القدرات يستفيد من خبرة ضيوف البرنامج في البداية خلونا نتعرف على ضيوف حلقتنا اليوم معنا هنا أمير، محمد، أيمن، محمد، محمد وعلاء محمدات كثيرة هنا ماشاء وشهدين كما عودناكم في كل حلقة نطرح سؤال من اختبار القدرات ونعطي الشباب دقيقة ليش دقيقة؟ لأن سؤالنا اليوم من أسئلة اختبار قدرات والشباب أكيد قدها وما راح يستغرقوا وقت أكثر من الدقيقة طيب خلينا نشوف سؤال اليوم رجل لديه مبلغ من المال مقداره مئتا ألف ريال استثمره في أنشطة تجارية وبعد فترة من الزمن ربح فيه أربعين في المية ثم أعطى أحد الجمعيات الخيرية عشرة في المية من المال السؤال كم المبلغ الذي تبرع به للجمعيات الخيرية؟ الخيارات ألف ألفين ريال باء ألف ريال جيم ثمانية وعشرين ألف ريال دال أربعين ألف ريال بعد طرح السؤال صار أمام الشباب انتظار الإشارة من طلحة لبدء الحل أبدأ الجواب السؤال فيه فلوس لطلحك تركز حاولي تشارك الجواب أفضل 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 لا تنسونا من التبرعات الشباب أه تخلصت جواب إن شاء الله؟ أه نضع الطريق بس عشان إلا بفعله بأسق وقت انتهيتم؟ مان شاء الله تبارك الله الشباب انتهوا قبل انتهاء الدقيقة أفضل لا نخلي الوقت يمشي أفضل انتهت الدقيقة أعطيكم العافية ما شاء الله تبارك الله الفريقين انتهوا قبل انتهاء الدقيقة من قليل طيب إنما نأخذ الأجوبة فقط الخيارات إيش اخترتوا ألف با جيم دال الفريق الأول الإجابة جيم الإجابة جيم ما هي ثمانية وعشرين؟ ألف ريال ألف طيب الفريق الثاني محمد ثمانية وعشرين ألف ثمانية وعشرين ألف ريال إجابة جيم برضو نفس الإجابة نفس الإجابة مغارش منهم يعني توقع لا عندنا حل هنا وجود لا 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 هم قالوا أول جواب عادي يسوي هذا طيب أعطيكم العافية هنأخذ منكم تفصيل الجواب لكن خلونا نشوف الجواب اللي أخذناه من مختص في اختبار القدرات خلونا نشوف سوية الجواب جيم وعشرين ألف ريال طريقة الحل رياضياً الربح يساوي عشرين ألف ضرب أربعين قسمة مئة يساوي ثمانين ألف الربح مئتي ألف ضرب أربعين على مئة يساوي ثمانين ألف ريال المبلغ بعد الاستثمار مئتين ألف زائداً ثمانين ألف يساوي 280 ألف ريال المبلغ الذي تسلمته الجمعية الخيرية 280 ألف ضرب 10 على 100 الناتج 28 ألف ريال طريقة الحل ذهنيا مقدار المال يساوي 200 ألف ريال ربح في 40% أي إن كل 100 ريال تعطي 40 ريال إذن 200 ريال تعطي 80 ريال إذن 200 ألف ريال تعطي 80 ألف ريال إذن الربح 80 ألف ريال إذن المبلغ الإجمالي بعد الربح يساوي المبلغ زائداً الربح 280 ألف ريال ثم أعطى إحدى الجمعيات الخيرية 10% أي 28 ألف ريال مشاهدين عدنا لكم الآن نريد أن نرى الجواب التفصيلي من الشباب كيف جاوبوا على هذا السؤال؟ الفريق الأول أيمن يلا تقول أنا كيف جاوبته على هذا السؤال بالتفصيل؟ هو طبعاً مقدار المال 200 ألف ريال فـ 200 ألف ريال هنضربها 40 على 100 نضرب 200 ألف 40 على 100 هيكون الناتج 80 ألف ريال نجمع 200 ألف ريال وـ 80 ألف ريال عشان هو أكسبهم هيكون الـ 280 ألف ريال هو تبرع من 280 ألف ريال لهذا المبلغ الجديد تبرع منه بـ 10% 10%؟ هنضرب 10 تقسيم 100 هيكون الناتج 28 ألف ريال لكن هو تبرع معقولة بـ 28 ألف ريال هو ممكن 40 ألف ريال هذا يبريد ترك أريم الرجال أنا عافظة متأكدين جيم؟ إن شاء الله جيم طيب أعطيكم العافظة خليشوف في الفرقة الثانية كيف جوابتوا على السؤال؟ السؤال يعني بوسط يعني ما هو صعب جدا ولا هو بسهل يعني جميل يبغى لي شوي التفكير بسيط كده الطريقة التفصيلية كيف جوابتوا على السؤال؟ يعني قال هو أنه عنده مقدار من المال 200 ألف ريال أيوه يقول استثمره في أنشطة تجارية وبعد فترة من الزمن ربح فيها 40 بالمئة يعني 200 ألف ريال ربح فيها 40 بالمئة اللي هي كم؟ 280 ألف ريال يقول ثم أعطى أحد الجمعية الخيرية 10 بالمئة يعني عندي 280 ألف أعطى منها 10 بالمئة من المال لديه فيقول السؤال كم يبلغ التبرع اللي هو الع 10 بالمئة اللي هو الع 10 بالمئة 280 ألف ريال تبرع منها 10 بالمئة اللي هو 28 ألف ريال هذه 10 بالمئة هذا هو السؤال بس متأكد أنت كمان؟ إن شاء الله بإذن الله إنه فيها تبرع وخير وكذا ترى أبدا الواحد سخي لا إن شاء الله متأكدين السؤال طيب للأسف الجواب جيمي أعطيكم العافية الله يعافي جوابكم صحيح وبإذن الله إن شاء الله نتمنى أنه خريجي الثنوي أو زي ما قلنا اللي مقدم على اختبار القدرات استفاد من الطريقة التفصيلية اللي ذكرتوها لحل السؤال يعطيكم العافية الله يعافي إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله في اللقاء الثاني كان السؤال متوسط يعني لاه بسهل ولاه بصعب يعني أشوف إن كان جيد يعني السؤال جيد كان مكتوى السؤال بسيط يعني كان مجرد نسب ناخدها من المبلغ الأصلي اللي هو الاستثمر بعدين نجمع عمل مبلغ الربح مع المبلغ الأصلي وبرضو ناخد نسبة اللي هي اللي تبرع فيه كان بسيط نوع المبلغ السؤال ما كان بذلك الصعوبة لأنه يحتاج فقط لمعرفة طريقة ضرب القسمة في النسبة المئوية سؤال متوسط الصعوبة وبيتكرر بعض اللي حين فيه في اختبارات قياس السؤال الحمد لله نحن الثلاثة كنا عارفينه أي أحد اللي هيدخل القدرات لازم يكون عندها فكرة النسبة فكرة النسبة المئوية بتحلب أكتر من طريقة الطريقة اللي أنا دائما بتتبعها واللي استعملت في اختبار القدرات اللي هي كانت تقسمها على عشر في المئة بلان تضرب بأربعة يطلع على أربعين في المئة بلان تحسب العشر من المئة من القيمة الإجمالية وما يحتاج وقت كثير فتحشبها يعني بديهية ما يحتاج ورق وقلم يعني ففيه طريقة طويلة لتقدر تشرح بيها وتواصل بيها المعلومة فيه طريقة قصيرة اللي هي فكرية هنستخدمنا الطريقة الطويلة عشان تواصل المعلومة للطال أما الطريقة السريعة ممكن ما توصل لكل الطلبة طبعاً نحن ما منخمن لأن أنت لما بتكون بالأمور الكمية فلا يوجد تخمين نحن حلينا وتشاركنا معاك مجموعة وكل جواب كنا نختاره كان يعني موافق من الجميع مشاهدينا نلقاكم بإذن الله في سؤال آخر وحلقة أخرى من برنامج حصلها السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة